أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول هناك من يسدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة في المسائل المختلف فيها بأنها حلال أو حرام فهل هذا السدلال صحيح؟ لا هذا غلط يعني مفهومه أن اتفاقهم عذاب إذا كان اختلافهم رحمة يكون مفهومه أن اتفاقهم عذاب وهذا ما لم يقول بها العكس اتفاقهم رحمة واختلافهم عذاب هذا هو الصحيح بل هو الصواب قال الله تعالى وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكِ فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ مَنْ رَحِمَهُمْ اللَّهِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا وحديث أن اختلاف أمة رحمة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة